اشتركوا في القناة في نظر المسيح اللي بيبغض المسيح الرب يسوع المسيح اتكلم عن العالم عدة مرات في انجيل يحنى بصفة خاصة وقبلها البشير يحنى لما كتب عن العالم يقول كان في العالم وكون العالم به ده اول مفهوم لكلمة العالم كوزموس اللي هو الخليقة طبعا المسيح لا يقصد في هذه الاية لا يقصد العالم الكوزموس الخليقة التي خلقها ثم المفهوم التاني لكلمة العالم هو الناس عندما يقول الرب يسوع في يحنى 3-16 لانه هكذا احب الله العالم العالم يقصد بها الناس كل الناس بصفة عامة وان كان جزء من الناس حسب اصل الكلمة منهم الذين يبغضوا المسيح لكن عندما يقول هنا المسيح العالم يبغضني يقصد بالعالم النظام والطريقة التي يعيش بها الناس البعدين عن الله اللي سماها الكتاب العالم الحاضر الشرير اللي سماها الكتاب احب الناس الظلمة اكثر من النور هذا النظام العالمي الذي يمجد الخطية ويبغض البر الذي يمجد الاشرار ويبغض المسيح المخلص هذه الطريقة اسمها العالم الذي يبغض الرب يسوع المسيح النهاردة حط في المنفسة قدام العالم حط واحد ممثل مشهور حط سامحني في التعبير راقصة وحط قدامه حط برباس وحط المسيح ماذا يختار العالم هيختار الاولانيين هذا هو النظام العالمي الذي احب الظلمة اكثر من النور اشتركوا في القناة